اهلا بيكو نورتونا الحقيقة التحديات اللي واجهتها في الدور انه دور صعب ودور ما تقدمش قبل كده يعني ما فيش ريفرنس لي يعني مش دور مثلا تقدم في كلاسيكيات او في مصرحيات قبل كده وده في نفس الوقت اللي عجبني في الدور لانه انا بحب ان الدور يكون فيه تحدي ويكون جديد علي انا عروسة من جهة الكترونية زي ما بيقول عنوان المسرحية يعني انسانة عبارة عن انسانة آلية لكن احنا مش مقدمينها بشكل روبوت يعني مقدمينها بشكل انسان انسانة حقيقية لكن عندها كل الـ options اللي هي تكون انسانة مثالية لكن في نفس الوقت احنا بنناقش الفكرة يعني هل ده ممكن ينجح ولا لأ في ظل دلوقتي تطور التكنولوجي اللي بقى مخيف احيانا يعني واللي بيحسسنا انه ممكن استغنى عن البني آدم احنا بنقول انه في الآخر مفيش اي حاجة ممكن تعود لبني آدم الحقيقة او يعني انا مش عايزة احرق اوي تفاصيل المسرحية لكن ده المعنى بس طبعا بكوميديا الموقف وبطريقة خفيفة يعني بسيطة تجربتي الحقيقة ممتازة يعني كانت هي مش اول تجربة لي كانت السنة اللي فاتت كان عندي مسرحية حتى لا يطير الدكان هنا في الرياض وكانت على المسرح اللي قدامنا مسرح محمد العلي والسنة دي مسرح العالمي عروسة من جهة الكترونية واتمنى ان التجربة تكون زي ما كانت نكحة السنة اللي فاتت تكون نكحة السنة دي ان شاء الله اشتركوا في القناة